موسيقى صباح الخير وكل حاجة حلوة مشاهدة الصحة والجمال وأهلا بيكم وحلقة جديدة ومفتاح جديد من برنامج مفاتيح الحياة هكون معاكم سلفانة الحارس من دلوقتي ولمدة نص ساعة كل يوم أربع من الساعة 12 ونص للساعة واحدة الظهر هنتكلم النهاردة في موضوع ممكن يخلينا نعيش جنة الله على الأرض الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو الوعي الوعي مصطلح بنقوله كتير سواء في وعي الأفراد أو في وعي المجتمع وحتى ملوش يعني تعريف سابت وحتى كل الفلسفة علماء النفس محطوش لي تعريف أو نظرية سابتة لكن هو في المحصلة بنقول الوعي هو كل ما لدى الإنسان من أفكار وجهة نظر ومفاهيم عن الحياة والطبيعة اللي حواليه يعني الوعي هو البرمجة الإنسان بيتبرمجها لو الإنسان تبرمج برمجة سلبية بيبقى وعيه سلبي ولو تبرمج برمجة إيجابية بيبقى وعيه متبرمج عليه إيجابي وبيتدرج في مراحل الوعي عندنا بالضبط كده بيبتدي لما بيدرج مراحل الوعي هو بيبتدي يعرف يتحكم بمشاعره وأفكاره بيعرف يتحكم فيها ويغير من برمجته علشان ربنا خلقنا يعني عندنا الحرية ربنا خلقنا مخيرين مش مصيرين نقدر إن إحنا نتحكم ببرمجتنا ونتورها علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لما بنحتار في حاجة نقول لنا استفتي قلبك علشان إحنا الإنسان ربنا علمه الأسماء كلها إحنا جوانا كل الحلول لو رجعنا لفطرتنا بس إحنا ندور جوانا بنلاقي كل الأجوبة وعي الإنسان بيتدرج في ثلاث مراحل وثلاث مستويات أول مستوى اللي هو الوعي البسيط أو المنغالق المستوى ده بتتحكم فيه برمجته اللي إحنا تبرمجنا عليه من طفولتنا وفي حياتنا والمجتمع هو ده اللي بتحكم فينا وفي المستوى ده بيكون البني آدم بيركز على المشاكل عشان ما بيبقاش عنده من الوعي اللي يحل فيه مشاكله وفي المستوى ده بنبتدي إن إحنا نبقى مبرمجين ونبقى بنعمل كل حاجة بروتين يعني الروتين يومي زي الروبوت عشان كده المستوى ده بيفكرني بمقولة لعليه ابن أبي طالب الناس ونيام إذا ما تنتبهوا لكن إحنا برضو أي حد فينا يقدر ينتبه لو انتقلنا للمستوى الوعي التاني اللي هو الوعي المنفتح الوعي المنفتح ده اللي بيتحكم فيه الأفكار والمشاعر بنبتدي نتحكم بأفكارنا ومشاعرنا ونبتدي نركز على الحلول مش على المشكلة عشان بيبقى عندنا الوعي اللي إحنا نحل فيه مشاكلنا المرحلة دي كمان بنتحمل مسئولية أفعالنا بنقضي وبننصف كل الشمعات اللي في حياتنا بعد كده بننتقل لمرحلة الوعي النقي المرحلة الروحية المرحلة دي اللي الإنسان بيعرف هو عايز إيه وهو ممكن يساعد اللي حواليه إزاي هو مين عايز إيه يساعد اللي حواليه إزاي بيعرف أن إنته مش من فلوسه أو من شكله أو من مركزه إنته في خلقه المرحلة دي الإنسان ما بيركزش فيها المشاكل ما بيبقاش فيها مشاكل أصلا عشان المرحلة دي بيبقى كل مشكلة بتتحول للتحدي بزيد من إبداعه بتتحول لمنحة وكلنا بندور في مراحل الوعي عشان الوعي أساسا حالة مش هوية فإحنا كلنا بندور فيها عشان الوعي أساسا رحلة ليها بداية لكن ما لهاش نهاية هنطلع فاصل ونرجع نتكلم إزاي نكون وعين بعد الفاصل